اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية هي محل اهتمام دائم من المملكة للدفع بها نحو مزيد من التطور والنماء على الأصعدة المختلفة جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع سعادة السيد وليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله مشيدا بما أسم به سعادة السفير في مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين متمني أن سموه للسفير التوفيق والنجاح في المهام الجديدة التي ستوكل إليه من جانبه عرب سعادة السيد وليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين مشيدا بما لقيه من دعم طوال فترة عمله في البحرين شكرا شكرا اشتركوا في القناة